مساء الخيرة وصبع الخيرة حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو طيب كدعان في خلال الفيديو نعد ان شاء الله نحلل كل اعلانات التفي سبوت لفيلم سبايدر مان اكروز سبايدر فورس وبلاش كلام كتير ولا نبدأ الفيديو في البداية بالنسبة الاعلانات اللي انا هتكلم عليها انت تقدر ان انت تتفرج عليها من على الانستجرام ونبدأ الفيديو باول مشهد اللي انا لاحظته وهو المشهد بتاع مطاردة مايلز مورالس المشهد ده بتاع مطاردة مختلف عن الاعلان الرسمي اللي احنا شفناه وده لان كل النسخ اللي كانت موجودة في الاعلان الرسمي هي كلها اختلفت دلوقت وده طبعا بديهي لان كل النسخ بتاع سبايدر مان اللي موجودة جوه الفيلم مش هيقدر انهم يزهروها مرة واحدة ولازم انهم يزهرو لك اهم الشخصيات اللي هي موجودة عشان تقدر ان انت تخش الفيلم وانا من زمان مربح النقطة دي واقيل لكم يا جدعان انه الفيلم ده انيميشن يعني ممكن هم يشيلوا شخصيات او ممكن يدوفوا شوية شخصيات وثواء فيه شخصيات هتتضاف او هتتشغل انت برضو مش هتلاحظ وبرضو مش معنى كلام انه هو سبير السبايدر مان اللي هو كان موجود في الاعلان الرسمي مش موجود جوه الفيلم هو موجود ايوة ولكن هو مش موجود في اللاطة دي والتاني النسخة برضو لاحست انها متغيرة واللي هي النسخة بتاعت بليستيشن فور ولسأكلمت عليها قبل كده وقلت انها دي البادلة بتاعت بليستيشن فور ولكن هي معمولة بالليون اللاخمر واللي سويد ولي فيه ناس كانت بتقول ان يدي تكون بين اندرو جارفيلد واس ستينيات ت Ponho Fund الحالتين البادلة دي هتغيرت وبقชيط لبقاءت دي نسخة بتاعت pretty much пар وشوفنا برضو جهو الاعلان ده نسخة بتاعت sp splay kad اللي هي برضو كانت موجودة في اللقاء بتاعت mails morales وكزاني برضو برضو شوفنا نسخة ال spider man على شكل dinosaur او cheap ركس. وبالنسبة للمشهد بتاع العيادة فهو برضو متغير عن الاعلان الرسمي عشان النسخ بتاع سبايدر مان هي تغيرت. كان فيه برضو مشهد رسمي كان معروض في خلال المعرض بتاع سينما كون واللي انا اتكلمت عليه قبل كده ساعة الفيديو بتاع كريفن زانتر ولكن الكلام بتاعي كان كلام كده من غير اي فيديوهات او اي صور. والكلام ده كان بيخص المشهد بتاع جوني ستيسي ومايلز مورالس. او وبالفعل بعد ما المعرض ده ما تم شركة سوني هي نزلت المشهد ده بالنسبة لكل الناس. والتفاصيل اللي انا قلتها قبل كده هي نفس التفاصيل اللي موجودة هنا. جوني ستيسي بتتكلم عليه نابة موت في كل كون موجود فيه نسخة لسبايدر مان. ومايلز مورالس بيقول لها انه فيه بداية لكل شيء. فيه مشهد تاني برضو لما هو ما سكزا سبوت. شوفنا بعدها انه هو راح كلم صاحبه اللي موجود في السكن واقل ان هو يكلم الشرطة عشان يقبضه عليه. وبنسمع صاحبه ان هو بيرد عليه ويقول له انا مش الشخص بتاعك اللي قاعد على الكورسي. وده يعتبر على الشخصات بتاعة اللي هي كانت موجودة في العالم بتاع الام سي يو. ولو كان يسمي نفسه الشخص اللي قاعد على الكورسي اللي هو مساعد سبوتر مان. وللأسف الشديد ومايلز خارج من القوضة باللاحز انه فيه شريط من ضمن الشرائط الموجود على الباب. الشريط ده هو موجود عليه العالم بتاع الشواز بطريقة واضحة جدا. وطبعا برضو كان فيه واحد تاني في القوضة بتاعة جواني ستيسي كان موجود جوة الاعلان الرسمي. والنسبة للاعلام دي هي هتتشغل ولا هتفضل موجودة فعلى حسب تعقع مني هي هتفضل موجودة. فيه مشهد رسمي تاني برضو للشخصات بتاعة جواني ستيسي او سبايدر جوين. والاحداث بتاعت المشهد ده كلها موجودة في الكون بتاعها. اللي هو الكون رقم خمسة وستين. وعلى حسب اللي احنا نفهمه انه ده اول ظهور للشخصات بتاع جيسيكا دروها مع جواني ستيسي وكزلك برضو اول ظهور لسبايدر مان ميجال اوهيرا بالنسبة لها. يعني بطريقة تانية كده ممكن تقول انه وبعد المشهد ده على طول ميجال اوهيرا هيخليها نية تنضمن للسبايدر سوسايتي. وبنشوف ميجال اوهيرا وهو بينكوز اتنين موجودين في الطيارة. وجواني ستيسي مع ميجال اوهيرا وجيسيكا دروه التلاتة بيمسكوا الطيارة قبل ومطقوا على الناس. وفيه من ضمن الاعلانات برضو بتاعت كان فيه اعلان موجود فيه جواني ستيسي وبيتنادي على ميجال اوهيرا. ولكن هي كانت بتنادي عليه باسم بلو بانسر. وده اعتبر ريفرنس واضح على الشخصات بتاع من العالم بتاع الام سي يو. وطبعا هما ما قالوش عشان الشخصات دي الحقوق بتاعتها مع شركة مارفل مش مع شركة سوني. وبالنسبة للتلميح لها بتقول دوت فده عشان البادلة بتاعت ميجال اوهيرا هي بالفعل شبه البادلة بتاعت. ونشوف اللي هو اعتبر اللي موجود في الكون بتاعها. واللي غالبا ممكن يكون هو جاي من وفي اخر الاعلان بالله انه وفيه مشهد هو عمال بيجري. وجنبه بتظهر الصورة بتاعت اللي هي نوسخ اللي كانت موجودة في اخلال الجزء الاول. وعلى حسب شوية التسريبات انا قريطة فاللي تذكر ان هو وسبايدر هام وبيني باركر. التلاتة دول زي سبوت هيكون قبض عليهم او حبيسهم في السبوت فيرس. وهنشوف جوه الفيلم انه سبايدر مان مايلز موراليس وسبايدر مان بيتر بي باركر وجوني ستيسي. التلاتة دول هما اللي هيحاولوا ان هما يهربوهم. في مشهد تاني برضو كان موجود من ضمن الاعلانات والي هو المشهد بتاع مايلز موراليس وجوني ستيسي. وهما مماشيين من تحت الكوبري موجود في اي قطر. وده اعتبر ريفرنس على نفس المشهد من فيلم سبايدر مان تو بتاع طبا ميجواير. وطبعا الفايت سين اللي بيحصل بعدية والي هو بتاع دوكتر اوكتوبس وسبايدر مان. واسمعنا من جوني ستيسي ان هي بتقول ان هي بتتعلم من شخصية اسمها جيزيكا درو واللي هي تعتبر صاحبة سبايدر مان ميجا الاوهيرا. بتشوف عركاها في مشهد موجود فيه مايلز موراليس وبيتكلم الشخصية بتاع سبايدر بيت. وبالليه سريعا كده انه سبايدر سينس بتظهر عندهم هما الاتنين. وده اعتبر ريفرنس برضو على نفس الحركة اللي كانت موجودة في خلال الجزء الاول. لما مايلز موراليس قابل سبايدر مان واللي اتنين برضو عارفوا اللي هما الاتنين سبايدر مان. وبيبقى موجود في المكان اللي سبايدر بيت ومايلز موراليس موجودين فيه فيلنز كتير جدا. والفيلنز الدول على حسب شوية اخبار برضو قريتها المفروض انهما ممسوكين من والصراحة اول ما قريت الجملة دي اللي جالي على طول في دماغي المشهد بتاع لما هو برضو قفش ساعة فيلم سبايدر مان نوي هوم. وكان برضو بيقول انه ماندوش وايت فيلنز جايين من المالتيفيرس. وبنشوف برضو في مشهد سريع للقنابل بتاعت الفولتشر وهو بيبعتها لسبايدر مان ميجال اوهيرا. واللي انت برضو لو ركزت فيها هتلاقي انه عاملة زي السكاكين. واللي هتعتبر برضو عاملة زي القنابل بتاعت جرين جوبلين اللي هو رمها على توب ميجواير ساعة فيلم سبايدر مان ون. ولكن هنا القنابل دي هي بتاعت الفولتشر. وبعد كابل له انه فيه مشهد سبايدر مان بيتر بي بركر. ومعادش شخصية بتاعت ام جي اللي هي من العالم بتاعه. ولكن مش ام جي اللي هي موجودة في العالم بتاع واللي هي ظهرت في خلال الجزء الاول. وطبعا ده يعتبر بالنسبة لك تكملة للاحداث بتاعت الجزء الاول. لما انت شفت انه هو مفروض راجع عشان يصلح الامور في العالم بتاعه. وطبعا زي ما بنسمع ام جي بتقوله هلينت خدت بتنا معاك وانت بتواجه شخص ما. وهو بيرد عليها بيقول لها اكيد لأ لان انت قلت لي ان انا ماخدهاش معايا. وطبعا زي ما احنا معارفين ان يديه تعتبر كذبة لان هو بالفعل هو بياخدها معاه. وبالله بره الاوضة بتاعت مي دي باركر بالله انه الصورة بتاعت انت مي هي موجودة على الشمال. والله برضو على الشيفشب بتاع بيتر بي باركر مكتوب كلمة كول داد. او اب جامد يعني عشان مي دي باركر. وفي خلال المشهد البعدي بنسمعه بيقول ان هو هينضم على انه عمل لها ويب شوتر. وده يعتبر تأكيد بالنسبة للناس اللي كانتش مسدقة انه هو سبايدر مان بيتر بي باركر هو كان عامل ويب شوتر لبنته. لان كان فيه ناس معتاقدة ان هي الحبل اللي كتاعدة بتخرج منها الحبل دي هي كانت موجودة في اديها. بتتكون جوه جسمها يعني بطريقة تانية. زي وبالله برضو فيه دب دوبين موجودين جنب الشخصية بتاعت مي دي باركر وهي نايمة. الدب دوب الاول على شكل الشخصية بتاع واللي هو باين عن طريق الاختبوت واللي هو لابس نظارة. والدب دوب التاني موجود على شكل عفريت واللي هو جرين جوبلن. الهدوم بتاعت مي دي باركر موجودة عليها الوش بتاع اللي هو ظهر برضو في الجزء الاول. وبعد كده بنشوف ان هو فيه ماشد هو بيدرب روبوت. ولو تلاحظ هتلاقي ان هو هو بيسحب الطاقة الكهربية منه وبعد كده هو بيدربه بيها. وبالنسبة للماشد بتاع جواني ستيسي لما هي كانت موجودة في الاعلان الرسمي وبيتكلم ميجا الاهرة. وبتقوله مفروض ان احنا الناس الكويسة اللي موجودين هنا. الماشد ده لحسب بمفروض ان هو تغير بالنسباننا. لان احنا كنا معتقدين ان هو الكلام هنا بين جواني ستيسي وميجا الاهرة. ولكن في الحقيقة على حسب الاعلانات ايتيه في سبوت. جواني ستيسي مفروض ان هي دخلت جوه الجهاز اللي هو بيخص واللي هو باسمه والكلام اللي موجود هنا هو الكلام ده بينها وبين مايلز مورالس. اللي هو برضو لما بيخش جوه بيبقى مختار كون موازي هو يروح عشان يهرب من ميجا الاهرة. يعني كده بتقول بطريقة تانية انه الماشهد ده اللي اتنين دول بيهربوا فيه من ميجا الاهرة بيروح للكون موازي. وبالله برضو فيه ماشهد تاني موجود في مونباتن اللي هو بتاع المشooh he Mei пригادره فيه بيقع وهم سبي dance ها هو بيمسكه للطريقة بتاعت000 initiative اللي هي كانت موجودة في خلال فيلم زي ايدي الجيز الاول. فده من الناحية الاولة بيعتبر على الحصول على سبايدر من اندرو جورفلد. من الناحية التانية هو يعتبر ايضا على واللي هو برضو عمل نفس الحركة عدة فيلم يا نوي هوم عند الابعة فيه لقطة تانية بإنشوفها من جوة 출ذا وبعد كياه بنشوف انه فيه مشهد من محاكام ما telefon زي مورالس قال لها واعتقد هنا بالنسبة لي هو ده بعد المشهد اللي ميجأ الاهرا بيوريه فيه اى اللي حصل للنسبة لكل نسخة من نسخ سائدر مان وبعد كياه البلا أنا هو فيه لطا سريعة من العالم ع gold والما beneficiها موازي موجود في الايد بالاضافات بالله برضو انه فيه نسخة من النسخة سبايدر مان بتكلم ميلز موراليس والنسخة دي بيبقى باين عليها ان هي نسخة ابيض و سويت النسخة دي هيتعتبر النسخة اللي معمولة للشخصية بتاعت مترو بومن اللي هو الملاحن واللي عمل برضو التراكات بتاعت فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس يعني ممكن تقول كده بطريقة تانية ده يعتبر كامية سريع منه وعلى اللي مين تقدر ان انت تشوف سبايدر مان وكذلك برضو موجوده قدامنا الشخصية بتاعت جوليا كربينتر واللي هي بالفعل تم تأكيدة ان هي تظهر جوا فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس واللي هتعمل الفويس اوفر للشخصية هي نفس الممثلة سيدني سويني اللي هتلعب برضو الدور بتاعت جوليا كربينتر في خلال فيلم مادام ويب يعني كده بطريقة تانية انت عندك الشخصية بتاعت جوليا كربينتر اللي موجودة في سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس هي النفس الجوليا كربينتر اللي هتكون موجودة في خلال الفيلم بتاع مادام ويب يعني كده الاحداث كلها متربطة مع بعض بس كده يكون فيديو نارضة خلص لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناة لو انت لسا مشتركتش وتأكد ان انت انفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول بول وعندك حسابات السوشيال ميديا موجودة تحت في الديسكريبشن وظهرة قدامك دولات على الشاشة ممكن انت تبان عليها ولو عندك اي رأيك تبولي تحت في التعليقات كده كده برد على الكل واشوفكم المرة الجاية وبيس